الثامن صباحا بتوقيت القاهرة أساد ساب توقيت جرينيتش مجزء الأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم اختتمت في العاصمة المجرية بودابست أعمال الدورة الرابعة للجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني التي عقدت للمرة الأولى منذ أربع سنوات بسبب تدعيات جائحة كورونا والتحديات العالمية بحث خلال أعمال اللجنة ممثل أكثر من 20 جهة وطنية وشركات من القطاع الخاص والمستثمرين بحثوا جميعهم مجالات التعاون المقترحة هذا وأكدت وزارة التعاون الدولي أن عقاد اللجنة يأتي تمهيدا لزيارات رفيعة المستوى من قبل الجانب المجري لمصر خلال الشهر الجاري وذلك لدفع سبل التعاون في المجالات ذات الأولوية لافتة إلى نجاح عقادي منتدى الأعمال المصري المجري تتواصل فعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورات الرابعة والخمسين وسط إقبال كبير على زيارة المعرض هذا وحقق معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالا غير مسبوق خلال اليوم التاسع حيث تخطى عدد مرتديه نصف مليون زائر ليصل عدد رواده لقرابة مليونين ونصف مليون زائر حتى الآن ذلك منذ فتح أبوابه للجمهور في السادس والعشرين من يناير الماضي تعقد إدارة منتدى شباب العالم اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم وذلك بحضور موسع من مؤسسات مصرية ودولية ومنظمات الأمم المتحدة في مصر والإعلام المصري والأجنبية قالت إدارة المنتدى في بيان إن ذلك يأتي استكمالا لسلسلة من النجاحات المحققة على مضار أربع نسخ أثبت فيها منتدى شباب العالم مدى أهميته كمنصة تجمع الشباب من حول العالم لمناقشة جميع القضايا التي تشغلهم ولخلق مساحة مشتركة لتبادل الثقافات والخبرات في إطار فريد أهم ركائزه السلام والإبداع والتنمية أرجع وزير الخارجيات الأمريكي أنتوني بلينكين زيارة للصين بعد رصد منطاضي مراقبة صيني يحلق في سماء الولايات المتحدة فيما وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه انتهاك واضح للسيادة الأمريكية أبلغ وزير الخارجيات الأمريكي نظيره الصيني وانجي أن تحليق منطاضي مراقبة صيني فوق الولايات المتحدة عمل غير مسبوك ومن جانبه صرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أنه بعد المشاورات مع شركائنا في الوكالات وكذلك مع الكونجرس تم الاتفاق على أن ظروف ليست مناسبة في الوقت الحالي ليسافر بلينكين إلى الصين قالت باريس أن إيطاليا ومعها فرنسا تضاعان اللمسات الأخيرة على محادثات فنية لتسليم مشترك لنظام الدفاع الجوي سامتي مامبا إلى أوكرانيا في ربيع عام 2023 يمكن للنظام تتبع عشرات الأهداف واعتراض عشرة في وقت واحد وذكر بيان لوزارة الدفاع الفرنسية بعد اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الفرنسي سباستيان لي كورنو ونظيره الإيطالي جويدو كوريستيو أن هذا يسمح لأوكرانيا بالدفاع عن نفسها ضد هاجمات الطائرات المسيرة والصواريخ والطائرات الروسية من خلال تغطية يوز كبير من الأراضي الأوكرانية جدد الرئيس التونسي قيس سعيد التأكيد على ضرورة محاسبة من أجرم في حق الوطن تلبية لمطلب الشعب التونسي خلال اجتماعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن أكد الرئيس التونسي أهمية إجهاض ما وصفها بالمحاولات اليائسة في افتعال الأزمات في البلاد وأن تتولى كافة الجهات المعنية في الدولة تحمل مسؤولياتها قال متحدث باسم الشرطة في نيجيريا إنما لا يقل عن 41 شخصا قتلوا عندما اشتبك مسالحون مع جماعة أهلية من المتطوعين الذين يقومون بأعمال حراسة في ولايته كاتسينا بشمال البلاد مسقة رأس الرئيس محمد بخاري في أحدث أعمال العنف قبل الانتخابات الرئاسية قال المتحدث باسم شرطة ولاية كاتسينا إن عصابة مسلحة هاجمت قرية في منطقة باكوري في الولاية وهربت بالماشية والأغنام إلى الأدغال وأضاف أن جماعة أهلية محلية احتشدت ولاحقت المسلحين مما أدى إلى الاشتباك نهاية الموجز نعود استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفصل